تصريحات مثيرة للجدل قدمتهم مريم الدباخ ظهروا في البرومو متاع برنامج عبدالله شعطايم مع نطفيل عبدالله بشي تعدى ونهار الخميس في قناة التاسعة وهو كمريم الدباخ حتى من قبل ما تتعدى لاميسيون عاملة البوز في البلاد بعد غياب طويل على تونس مريم الدباخ رجعت وبش تكون حاضرة مع نطفيل عبدالله في عبدالله شعطايم حكيت على برشة ناس وهاجمت برشة ناس وحكيت على برشة أسرار قالت أولاً اللي هي كيف تعدي يكا ومضة صغيرة والسوري فيها كيفية تغسل إشعارها والبرودويل اللي تستعمل فيهم فإنه تخلص عليها يعني 9 ملايين تونسي دونك هي مش في حاجة لأنها تخدم كرونيكوس دونك قالت الشهيري لي كرونيكور الكل ولي كرونيكوس الكل كيتلمهم مع بعضهم ما يجيش حتى حق الشوتينج اللي تعملوا هاي إذا حسب تعبيرها فما دي كرونيكور ودي كرونيكوس تغشوا من تصريحات مريم الدباخ ويعني كانوا غاذبين برشة من كلامها أحكيت زيدا على سامي الفهري الموجود في السجن وقالت اللي هي عندها عليه تسجيلات صوتية معناها تسجيلات بتاع تليفونات تنجم يعدي بقية عمرهم كلها في الحبس لو كان هي تخرجها وفي سؤال على المرأة التونسية إن هي للمرأة التونسية قالت اللي هي ما يهم هيش إنها تكون تمثل المرأة التونسية ما هيش مشكلتها بالكل مش في حاجة إنها تمثل المرأة التونسية دونك قالت زيدا اللي هي رغم لي تلبس بيكيني ما هي تغير على الدين الإسلامي حسب تعبيرها لحقيقة تصريحات مثيرة للجدل ومتنوعة بش نتابعها بأكثر تفاصيل في برنامج عبدالي شوتين مع لطفي إيل عبدالي على قناة التاسعة موسيقى